أهلاً واضح جمال سليمان لما والدي جاب غسالة لأمي أنا أمي كانت بتغسل على إيدها يعني كان مثل كل الستات الزمان بتذكر سعادة أمي الشديدة بتصارها عندنا غسالة وما لا مضطرة تغسل كلها الولادة على إيدها كان ما كنت حبيت ناس كما كانوا يستحقوا حبهم كل هذا الحب يمكن كانت دايماً تأكذب حول مهنة أبي أبي كان سواء سيارة نقل فلما رفقاتي كانوا يسألوني إنه والدي شو بشتغل كانت قيله إنه بشتغل سواء طيارة يعني طيارة يعني بيعز النوم فتخبط الباب وتخبط القوة فأنا استغربت فتحت الباب لقيت شابين وبنت كانوا سهرانين وطلعين من السهرة وعرفوا إنه أنا موجود بالأوتيل بهي الغرفة وحابين يتصوروا معي ما الذي سيحصل في مستقبل سوريا؟ حنرجع على بلدنا حنرجع على بلدنا حنرجع نشوف بيوتنا وأهلينا وأصدقائنا والأماكن اللي نحبها بسوريا ولا لا يمكن حعمل بامي مصري؟ لا على طريقتي ما عرفش زكاة مصري أنا ما أبعرف زكاة مصري ولا سوريا بس هعمل بامي إطلاقا السمن ولا الزيد بجيب لحم غالباً بعضمه بجيب اللحم اللي يبقى فيه شوية فات شوية دهنة يعني اللي باللحمة هو اللي بيبقى بديل الزيت أو السمنة أو أي شيء وبغليه وقت طويل مع البحارات ومع الملح ومع التوم في البندورة الطماطم يعني على الوش وبخليها تنطميخ على نار هادئة قبل ما شيلها بحوالي عشر دقائق بحاط كمية كبيرة من الكزبرة لأنو أنا بحب الكزبرة مع حي بتركها تغلي مع الكزبرة كمان عشر دقائق وبعدين بك بتطلع لطيفة جدا وطيبة جدا كلا واضح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر